حدثنا يحيى بن سعيد عن جريري بن حازمين قال حدثنا عدي بن عدي قال اخبرني رجاء بن حيوة والعرس بن عميرة عن ابيه عدي قال خاصم رجل من كندة يقال له امرو القيس بن عابس رجلا من حضر موتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارض فقد على الحضرامي بالبينة فلم تكن له بينة فقد على امر القيس باليمين فقال الحضرامي ان امكنته من اليمين يا رسول الله ذهبت والله اوي ورب الكعبة ارضي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف علي مئ كذبات ليقططيع بها مال أخيه لقيا لها وهو عليه غضبان قال رجاء وتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا فقال امرو القيس ماذا لمن تركها تركها يا رسول الله قال الجنة قال فاشهد أني قد تركتها له كلها مريني حدثني يحيى بن سعيد عن اسمعيل ابن أبي خالد قال حدثني قيس عن عدي ابن عميرة الكندي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس من عمل منكم لنا على عمل فكتمن منهم خيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة قال فقام رجل من الأنصار أسود قال مجالد هو سعد ابن عبادتك كأني أنظر إليه قال يا رسول الله أقبل عني عملك فقال وماذاك قال سمعتك تقول كذا وكذا قال وأنا أقول ذلك الآن من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذه وما نهي عنه انتهى حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا اسماعيل عن قيس قال حدثني عدي ابن عميرة فذكر الحديث حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي خالد خالد عن قيس ابن أبي حازمين عن عدي ابن عميرة الكندي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه على عمل فذكر معناه حدثنا ابن نمير حدثنا سيف قال سمعت عدي ابن عدي الكندي يحدث عن مجاهد قال حدثني مولا لنا أنه سمع عدي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل ليعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة حدثنا يزيد بن هارون عن جرير بن حازمين قال حدثني عدي بن عدي عن رجاء ابن حيوة والعرس ابن عميرة عن أبيه عدي فذكر الحديث قال جرير وزادني أيوب وكنا جميعا حين سمعنا الحديث من عدي قال قال عدي وحدثنا العرس ابن عميرة فنزلت هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخرها ولم أحفظه أحفظه أنا يومئذ من عدي حثنا إسحاق بن عيسى قال حدثني ليث يعني ابن سعد قال حدثني عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي حسين عن عدي بن عدي الكندي عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها حثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وعن إسماعيل قال سمعت قيسا يحدث عن عدي ابن عميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من استعملناه منكم على عمل فكتمن مخيطا فهو غل يأتي به يوم القيامة فقام رجل من القوم آدم طول من الأنصار فقال لحاجة لي في عملك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليما قال إني سمعتك آنفا تقول قال فأنا أقول الآن من استعملناه منكم على عمل فليأتي بقريره وكثيره فإن أتي بشيء أخذه وإن نهي عنه انتهى حدثنا علي بن عياش وإسحاق بن عيسى وهذا حديث علي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي عن عدي بن عدي الكندي عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشيروا على النساء في أنفسهن فقالوا إن البكر تستحي يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب تعرب عن نفسها بلسانها والبكر رضاه صمتها حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا عبد الله يعني ابن مبارك قال أخبرنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت عدي ابن عدي الكندي يقول حدثني مولا لنا أنه سمع جدي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل ليعذب فذكر الحديث حثنا علي بن عبد الله حدثنا معتمر بن سليمان قال قرأت على الفضيل بن ميسرة قال حدثني أبو حريز أن قيس بن أبي حازمين حدثه أن عدي ابن عميرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يرى بياض ابته ثم إذا سلم أقبل بوجهه عن يمينه حتى يرى بياض خده ثم يسلم عن يساره ويقبل بوجهه حتى يرى بياض خده عن يساره قال أبو عبد الرحمني وحدثني يحيى بن معي قال حدثنا معتمر بن سليمان فذكر الحديث الرسماء أبو عبد الرحمني وحدثني مرحبته